شاهدنا أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية من قناة الأخبار المغربية أم فانتكات أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.5 إلى 4 مليارات درهم فاصلة 6 في سنة 2021 وأوضح المكتب أن هذا التدفق يعزي إلى الفارق بين مداخل الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج والتي بلغت 18 مليار درهم فاصلة 2 ومبيعات هذه الاستثمارات ب13 مليار درهم فاصلة 6 في المقابل شهدت الأرباح المعاد استثمارها انخفاضا قويا بنسبة 36 في المئة فاصلة 6 منتقلة من مليار درهم فاصلة 2 في سنة 2020 إلى 0 مليار درهم فاصلة 7 في 2021 وهي بذلك تمثل 16 في المئة فاصلة 3 من صافي التدفق الإجمالي للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج وتم إنجاز الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج أساسا في العنشطة المالية والتأمينات التي سجلت تدفقا صافيا بزائد أو بزائد 2 أو ملياري درهم فاصلة 6 في سنة 2021 متبوعة بصناعات التحويلية زائد ملياري درهم فاصلة 1 أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتا سنة أسعار المحروقات عرفت انخفاضا بحوالي درهم 1 بعد احتساب متغيرات النصف الثاني من شهر يوليوز داعيا الشركات إلى تطبيق هذا الانخفاض بشكل مباشر لارتباطه بالقدرة الشرائية للمواطنين وأوضح بيتا سنة السعر على المستوى الدولي وتكاليف الشحن يمثلان 61% من تركيبة أسعار المحروقات بالمغرب بينما تشكل الرسوم والدرائب 31% من هذه التركيبة وعلى هامشي قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية الرابعة عشر المقامة بمراكش تباحثت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة زهراء عمور مع عبد لايتال وزير التنمية الصناعية والتجارة وصناعتها التقليدية والمقاولات الصغرى والمتوسطة في بورك نفس واستحضر الجانبان العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كما أبرز الحصيل الغنية للتعاون الثنائي في مجال إنعاشي وتطوير الصناعة التقليدية ودائما في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية الرابعة عشر المقامة بمراكش شكل موضوع صنع مع أفريقيا محور النقاش خلال مائدة مستدرة نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبهذه المناسبة كان رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شاكيب العلج أنه ينبغي أن تكون أفريقيا في صلب الانتعاش الاقتصادي ودينامية إعادة تشكيل سلاسل القيمة نظرا للمميزات التنافسية العديدة التي تتوفر عليها القارة نهاية النشرة الاقتصادية لليوم نلتقي بعد قليل في موجزين لأميلا شكرا لكم شاهدين على طيب المتابعة يا مانيلا